أمينة من عمان تقول أنا يعني لبست عباية الرأس تقول فيه يعني نساء أو بنات ضحكوا علي وقالوا لي حجية فقلت الحمد لله حجية هذه كلمة طيبة وهم يسخرون طبعا تقول يعني أنا قلت لمن شاء الله أنه حج جميع ابتسمت وسكت هل علي شيء أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك أختي الفاضلة يعني بالنسبة لي المسلم إذا استقام والتزم بأحكام الشريعة طبيعي أنه سيواجه شيء من هذه السخرية والاستهزاء يعني من قبل أناس قد يكون عندهم رقة في الدين وضعف الإيمان وضعف أيضا في مخافة الله عز وجل لأنه سبحان الله العظيم ما تجرأ أحد على شيء من محارم الله أو حدود الله إلا بسبب ضعف مخافة الله في قلبه ولذلك تجد بعض الناس الآن عنده جرأة عظيمة على الله وعلى رسول الله وعلى كتابه لماذا؟ لأنه ما في قلبه ما خاف من الله ولذلك الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي لن أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين فمن خاف الله عز وجل في الدنيا أمنه يوم القيامة ومن أمن العقوبة في الدنيا أخافه الله يوم القيامة أبدا ما يجمع الله عز وجل على عبده خوفين إذا خاف في الدنيا أنه يخيف يوم القيامة أبدا ولذلك هم من فزع يومئذ آمنون وأيضا هذا المتهتك المستهتر الذي ما يبالي يلقي الكلام هكذا وكأنه أخذ صك في الجنة وتجده يطعم في نصوص الشريعة يطعم في أحكام الدين يستهزي بالمستقيم الملتزمين مثلا أو المستقيمين على الطريق الصحيح أو المتمسكين بأحكام الشرع هذا الآمن سيخاف يوم القيامة خوفا شديدا ولذلك لا يعطيه الله عز وجل الأمان يوم القيامة فهذا طبيعي ولذلك الله تعالى قد ولقد استهزئ برسل من قبلك الرسل هم الرسل الذين بعثهم الله لتبليغ دينه وشرعه سخروا منهم سخرية بلغت من الإمعان الشيء المخزي لكن النهاية ماذا كانت النصر للأنبياء ولأولياء الله عز وجل إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والعاقبة للمتقين والخوف يا أخت الفاضلة ليس على الإنسان المستجيب لله ولرسول الله الخوف على مثل هذه هؤلاء الأشخاص اللي يسخرون بمن يستجيب لله ولرسول الله وإلا الحمد لله لك الأجر والثواب أنت الآن استقمت والتزمت مثلا بالحجاب لك أجر عظيم وزيادة على ذلك هذه السخرية هي في ميزان حسناتك لأن هؤلاء ستأخذين من حسناتهم ستأخذين من حسنات لكن أرجو أن يكون هم ما قصدوا السخرية بهذه العبادة أو هذه الشعيرة وإنما ممازحة معك لأن مسألة خطيرة لو كانوا يقصدون ذلك المسألة جد خطيرة وبعدين تلقيب المرأة المتحجبة بالحجية والله هذه منقبة هذه منقبة وتزكية فعلا يعني لما يقال أنت صرت حجية والله زكيتوني تقولين لهم هذه والله منقبة هذا مدح وثناء أرجو الله أن أكون إن شاء الله وأنت دعوت الله عز وجل مثل ما يقولون بعض الناس إذا بغى يسب أحد يقول هذا مطوع طيب أنت مدحته أنت الآن مدحته بشيء منقبة مطوع من الطاعة من الطاعة يعني هل أنت على خلاف مطوع على العكس يعني لماذا أنت الآن قلت استهزيت بالشخص أنه مطوع مثلا لأنه على الطاعة وأنت على إيش هنا المسألة فلذلك اختلف أضل أبارك الله فيك لا تلتفتين لمثل هذه الأشياء وفرصة لك أنك تزرعين فيهم الخير وترغبينهم في الحجاب وتبينين لهم خطورة الاستهزاء وقول إن شاء الله يكون هذا الكلام ما صدر عنه يعني من قلب وإنما ممازحة وملاطفة معك ونبهيهم على خطورة هذا الأمر لأن الاستهزاء قادح من القوادح إذا كان بالله أو برسول الله أو بكتاب الله أو بدين الله أو بشرع الله قادح قادح خطير نبهيهم على ذلك بارك الله فيك اشتركوا في القناة